وارنس بالنصر خاصة انه احنا نعرف النصر يعتمد على تدوير الكرة تمر عليك بروز الفيشة وعنديك فوفان وبعدها يقل الى نطق الهجومية قد يكون بالرغب العالي جدا ممكن تكون هناك صعوب ممكن تكون هناك كرات طويلة الليماني يعني يستعين في روحتها ممكن هذا ايضا شكل على الهلال خطوة سواء ان الكرات اللي هل في الهلال يسبب خطورة على النام كيف الشو الأول دكتور التحفظ خاص المستعى هتفتح المباراة بول هدف مباراة بول هدف يعني يبتل فون مايا لما فيها تحفظ بالنسبة للهلالة مباريك فيوش ربيش في قوته في أوربع ساعة شوف لقدام الشباب ربع ساعة ضغط سجل نفناه قدام الاتحاد ربع ساعة ضغط سجل لذلك اعتقد انه راح يماس نفس الاسوب قدامه الرحاة وليف رغصيته ولها ضيبة ولها ضريباتها المحات اللي تترك واستغلالها نساة جمالية اللي يساعد الهلال في الضغط مكانت مركز داعا الفاريخ الخاصة لو تاخذ المنطق خالصة يعني في اللي بقى بيدها 30 متر على الضغط ممكن انه الهلال ينجح بنفسه تنجح بها مبلة الحمان والشباب لانتا حسب المنافسة ويمنافس ملك امكانيات على تواصل الميدان بالابتعاد الضغط ياسف اللحك دي ضغط علي أولا لسلوب النظر بنا دانيا زينا رجعون نقول قدم تواجد بروسفة لكن السلاح المضاد اللي انه خطرك مساحات قد تستغل بسمنات بارك توربي لانه يضغط لانه لما يكون لالنصر عنده يكون في حالة عدم توازن على المستوى دي وبالتالي يستغل عدم التوازن لكن لو نادي يسعد بالمتنفاعية صعب جدا حيجب ريلا عبدالتو دي صحيح صحيح خد خمسين بارا ولا مرئي جوشتو لا خمسين أخي اللي بيخرج يقول أخي خمسين أكيد صعيح بل الفريقين خمسين خمسين الفريقين يملكون من يسجل يروح بارا يسجل لو يروح في البارا هلال قوة دفاعية النصر تهجومية لذلك نعتقد أنها خمسين خمسين رايك كب أي أخي خمسين أكيد الفريقين نوصلوا باستحقاق وجدال النهائي لكن على مستوى النهايات دائما التاريخ والنصر المتفوق بالنهايات على مستوى المباتل الهلال متفوق أكثر لكن على النهايات ممكن حسب النصر لذلك الماء خمسين خمسين بالفعل نعم الكل يحدث عن السلامة في التوقع في اسم هذه المغالية وهذه هي قطة التي الكل ينشدها لقطة السلذي حضرنا على رصة قنوات السي السغالية يحمل اسم الغالية الملك سلمان بن عبد العزيز مواجهة مهمة منطفة هذه الليل ببين قطباء الكرس دية الهلال وصر حكاية العرب هذه الليلة استمعوا إليها بصوت أزلال عزارة وغليف والمعلق الكبير بلا العالم والمعلق الكبير حماد العنزي ليلة لن ينساها الجنيع طالما رافوها الهلال وصرنا استمتعوا بها مع زمان العزارة فاصل قصير ومعنا ترجمة نانسي قنوات السي 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 تابت أوقاتكم آلاً وسهلاً ومرحباً بكم مساء الفل للناس الكل أستاذ مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطايف في وضعية غلايين بوركين الأجواء هستيرية بحضور عملاقي العاصمة الرياضة الهلال والنصر في درب من نار في نهاية كأس المرك سلمان للأندي العربية الأبدال لعام 2023 أي أجواء لهذه المباراة التقليدية النارية إذا التقل عملاقان ينسى ما سبق والصورة شاهدة على ذلك أزرق الور وأصفر الور حاضرين بكل الجنود كل العالم لمختلف قراته سيتابع هذا التالي من عالمين بين الهلال والنصر وأن الهلال تقلعه إلى النسبة الميائي على حساب الشباب بعد الفوز عليه بثلاثة أدفة أدفة والنصر تأهل على حساب الشرطة العراقي بأدف البومبر كريستيانو رونالدو ستة مليون دولار للمتواج بهذا اللقب مليون ومليونين ونسخ المليون دولار للوصيفة وهذا كريستيانو رونالدو كابتن فريق النصر العالمي يقود الفاينخ الأصفر في المباراة الحقيقية في المباراة التكويش بينما من جنب الهيلات كالعادة النجوم حاضرة بقوة في التشكيلة الهلالية إذن تقم التحكيم المغربي رذوان نجيد يقود هذا التور النهائي أربع أربعين عام هو ابن الحكم الفيدرالي المغربي محمد جيد التحية تم عنا الصورة أمامنا ما أجمل هذه الألوان الصفراء والزرقاء في تيربي لا يحتمل الانتظار مع الدلمان التوقيت والأوتار لهذا التيربي بالنهائي اللي هي الثالثة للهيلال أم الأولى لنادي النصر النجوم النصروية بقيادة كريستيانو رونالدو والنجوم الهلالية بقيادة صافيتش منينكوفيتش سنمر للاستعراض تشكيلتها الفريقين البداية بالفريق الأزرق الفريق الهلالي كابتن الفريق سلام الدوسري محمد العويس ياسر الشهراني صعود عبد الحميد روبن نبيس خريدو كوليبالي تبعا مالكام محمد كانو وميشيل تيل كاتو إلى جانب صافيتش وعلي البناء هذه هي التشكيلة اللي أمامنا لنادي الهيلال بينما من الجانب النصراوي التشكيلة نواف العكيدي اللي حرس في المرمى في التفاع سلطان الغنان علي لجامي عبدالله العمري أليك ستريس وسط الميدان عبدالله خايبري مارتينو برازوميتش وسيكو فوفانا والهجوم ياندرسون تاريسكا ساتيو ماني والكابتن كريستيانو رونالدو 4-2-3-1 للنصر 4-2-3-1 للهيلال المتشابهة بين المدربين البرتوغاليين شيزوس للهيلال ولويس كاسترو لفريق النصر إذن لحظات تاريخية للكتابة أكيد من جانب الفريقين قلنا هل هي الكأس الثالثة للسعيم الأزرق أم الأولى للسلطان الأصفل السورة التفقنية هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة في مدينة التعيف رونالدو السورة متوسري ردوان جيد أمامنا 44 عام نانشارة دولية منذ عام 2009 ليصبح أصغر حكم دولي مغربي أمذاك أدار عديدة مربيات البيضوية ومبلايات الأدوار المياعية لكأس العرش عظلة في نياعيات كأس إبريقيا للأممة في 2019 نذوان جيد كان أدار مواجهة النصر مع الزمانة في الجورة الثالثة من مرحلة المجموعات بينما حكم الفيديو سامير الكزيز مسؤولية كبيرة لمراقبة هذه النجوم العالمية عن تفكير بتشكيلة محمد العويس صعود عبد الحميد خاليدو كوني بالي علي البلي ياسر الشهراني وسط المايدان روبين نباس محمد كانو يشال تلكادو صابي اسم من يقوميتش سينما التوسري ونوجوم من البرازيلي مالكا تشكيلة نصرويون نواف العكيدي لحرس المرمى سلطان الغنان علي لا شام عبدالله العمري أليكس سيكو ففان عبدالله خايبري مارتشيرو بروزاميج في وسط الميدان أندرسون تاريسكا ساديو مالي وكريسيانو رونالدو في خط النار ومبارات نار نار لا تحت من الانتظار أي مشوار سنعيشو هذه القمة السعودية العربية في الأجواء الآسيوية والإفريقية على تركيز مطلوب من كورونايبين روبين نباس في وسط ميدان الزعيم الهلالي رونالدو في خط الوجوه أكبر هدف في تاريخ الكورة العالمية على مستوى المنتخبات على مستوى الأندية عملاق هسا الكورة سلطان بكل ما في الكلمة من معنا كريسيانو رونالدو هنتلقى المبارات الهلال بيالواني الزرخ كورونا يعني البناء قيام بيرس من جربا قلب دفاع لفريق النصر عبدالله العمري ياخذ مكان عبدالله مادو على المساعد بينما من جنب الهلال غياب عبدالله المعيوف العرير وحيوست الهلال لمحمد تعويس يعرضوا بما أنه موقوف الحارس عبدالله المعيوف كورونا للمحمد كان يوم النبس حربة كبيرة في وسط الميدان الشيء على النار ستكون منذ بداية المشوعة على البلاي كانوا خمسة لاعبين لكل فريق في منطقة المناورات ماذا بيشير تلقادوا أنت تدخل الدفاعي عبدالله العمري التماثى الأولى لصعود عبدالحمد محمد كانو ترجع لصعود عبدالحمد اللي ينترق في نازع رجل ميا ميشيل تلقادو والتأمير من العام اللي مرة أخرى أليكسيس حوار داخل الحوار واضح وأنه جزو سعتى تعليماته لخريدو كوليباني وأنه رونالدو لا ينعب اليوم ممنوع لمس الكولة على الرونالدو بأوامر خالدو كوليباني طويلة من محمد كانو سلطان الغنم اللي حارسه نواف لأكيدي اللي قام بتسنطي على تلقاد إيميليانو مارتينيز في دسمائي أمام الشرطة لما انفرد به طبعا أحمد فرحان وتمكن من التسنطي لكورة التعديل باللحظات الأخيرة من عمر المسك الناحي خريدو كوليباني درجة الميلا صبيتش مينيكوبيتش عمري أو عمينا جامي العمر الآن الهلال يضغط منذ البداية كورة للنمس عادية وبعيدة سلطان الغنان بضغط من سانم التوسري والتماسعات الهلال شبهة يسرى ياسر الشهراني وكذلك سانم التوسري شبهة يمنى ميشيل ديالكادو وسعود عبد الحميد ساميتش مينيكوبيتش أكبر انتدابات نادي الهلال بيكون تأكيد ميشيل ميشيل ما يعدش تسوير غانتارا ريبان نافيس البرتغالي يضرب ولا يبالي هذا هو الربان نافيس كورة كانت مرتدة من الدفاع كادة أن يغالط نواف لأكيد أول أجمع خطيرة بألوان الزعيم الهلال قلت لكم مشاهدين الكرام نار 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 بين عقوني الكباع منذ بداية المشوار أربعة خلق لعب نهائي الأحلام بيقوى الأقدام ميشيل مرة أخرى التفاف في وسط الميدان لفريق النصر الأكستويس والمخالفة ضد صفيتش مينيكوبيتش صفيتش مينيكوبيتش وشيرين عام السربة قاتمن من فريق لاتسيو أين لعبات 341 مباراة للنصر العاصم الإيطالي نواف لأكيدة عمري هادي نواف نواف ما يخاف عرص العارين للناس ناوين تاويل الكورة التأس مانيف يوم اللبس الكورة الأسد السريكالي حاول التواصل مع رونالدو والكورة عند محمد العويس أي مسؤولية لمحمد العويس لتعويض الأخذبوت طبعاً عبدالر المعيوف في عاري نادي الهيلان على البناء عودة لمحمد العويس نذكروا أنه على مستوى النيائيات الفريقان التقايا في 13 دور نيائي 7 مرات في اس بيه النصر وال6 مرات الهيلان هادي يكون سالم الدوساني يا عداء وين يكون بعيداً سالم يسلم منه دفاع النصر يشتكي من العشب سالم الدوساني في أول اختلاق لنجمة الكورة السعودية فرصة أخرى للهيلان تذيع على الكابتن الدوسري شماية رائعة وكبيرة من الفريقين في هذا العرس العربي بين الهيلان والنصر قلنا هل هي ثالثة للهيلان أما الأولى للنصر عمري العمري يلعب بالنار ضربة مرمى لما يكون أمامك ليعب من نوعيد ميشيل تلكاتو لا مجال للمجزفات روينس كاسترو يعادل الأوتار عمري مرة أخرى أو خطأ آخر من العمري ماذا يكون الشر الدوساني كل جول ونواف نواف العملاق نواف مرة أخرى يقدم لنا صورة على عمليقة العرين في كرة السعودية نواف العقيدة رائع ميلاكوبيتش سابتش كان وحده ولكن نواف كلنا ما يخاف ويخرج الكرة رقم وجود تسلق جيزوس أمامنا 69 عام قايدوم المدربين للمرة الثانية يعود تدريب الهنال بعد موسم 2018 2019 جيزوس يدرب فين الباتشي التركي فلامينكو البرازيلي بنفيك البرتغالي سبورتينج البرتغالي سلطان الغنام ما زلنا ننتظر أول هجمة لفريق النصر بروزوبيتش والمخالفة مخالفة ضد سابتش ميلاكوبيتش حرب النجوم في وسط الميدان كرواتية السربية بين بروزوبيتش وسابتش كورا فيما بتاني النصر العالمي هذا هو أكبر خطر وأخطر بشر كريسيانو رونالدو ثمانية وثلاثين عام 24 مبارات مع الناذي النصر في منتاج الردف لكريسيانو رونالدو دفاع الخط عالي يوزع أليكس تايس لكن بعيدة الكرة ضربة برماني محمد عويس تاريخ المواجهات بين الفريقين 174 مبارات جمعة ترسميا الهيليل والنصر في مختلف المنافسات تفوق للأزرق 70 انتسار للهيليل مقابل 60 فاوز للنصر ونهاية 44 مبارات بنتاجة التعادل أكبر هاتف نصراوي في تاربي الرياض هو البومبر مجد عبدالله بـ 21 هاتف ومن جانب الهيليل أكبر هاتف في التاربي هو سامي الجابر وسانم التوسري بـ 10 هاتف لكل لعب عامري كورا ترجع لكريسيانو رونالدو كل الخوف من الهيلالين من الأسطورة رونالدو في كل مستكورا سيكوفوفانا روزا ميتشا يعطي روبا نيفيس نيفيس والعمري حتى يكون في التماث قيمة في الانتدام روبا نيفيس القاتل من وولفر هامتون من الذئاب الانجليزية نجمل كورا البرتغالية روبا نيفيس صوتات الحميد الأساسي في التشكيل 23 عام انتقل في 2022 من الاتحاة الهيلال والشارك في كأس العالم قد ترجى 2022 كورا اختيرة والحارس نواف العكيثي عجلة خائق لعب منذ بداية التربية من سيكون المتحدي من سيكون المتحدي عمري أولا جامي سلطان الغنام حتى معي سيعود دينة النصر حوار بين أندرسون تاريسكا ويسر شهراني على يسير دفاع الهيلال سلطان الغنام ماركلو بروزابيتش ساديو ماني خطير لما ياتي من بعيد أليكس تيس في المساعدة يعدي يوزع مازال تيس رائع منه وإذا يعتواز له أليكس تيس اللي طالب بمخالفة الرعاية والتماسي أو دينة النصر وإصابة البرازيلي أليكس تيس أجوى ساد مدينة الملكات الرياضية بمدينة التايف والعنار في المدرجات بين الأصفر النصراوي والأزرق الهيلالي هذا يعد حوار خليدو كوريبري أو سعود عبد الحميد وأليكس تيس إصابة على مستوى الرأس لتيس البرازيلي تعليمات رويس كاسترو مع السيكوفوفانا كل مدرم يستغل الوقت الضايع لأزراء تعليمات وتعديل الأوتار علي البني وكريستيانو رونالدو ساديو ماني أسد التيرينكا السريقالي من أقوى المواجبين في العالم بكل تأكيد نجم ليفربون السابق وباير منشل يعود إذن على إكستاس ويعود التماثيلات النصر لأول مرة في هذه البطولة قد يلتج الفريقان إلى وقتين إضافيين ونكالات الترجيح أليكس تيس القادم من مانشستير يوني عيتي عبدالرخايبري سعودة الحميد مخالفة ضده أمام شماير النصر عديد الحيوانات الفردية المباشرة من أستاديو ماني وسعودة عبد الحميد على اليمين ياسر الشارعاني ومنقبة رونالدو نكون ما بين برزا بيتش وأليكس تيس البحث على أندرسون تاريسكا ورونالدو كوروبراز لعويس أتاسواعب من سيكوفوفانا وروب النباس في التسادي مجازفة من محمد العويس والركنية لفريق النصر يستفيق عن نصر الآن يدخل في المباراة تيربينا أحلام أليكس تيس طويلة لستاديو ماني بيدا للرونالدو أودي محمد العويس لعكس لوجوم لفريق الهلال لكن أتباطع الآن صوت عبد الحميد تضغط عليه صديو ماني محمد كانو علي البني عتدرج بالكورة من جانب نادي الهلال خريطو كوروبري اللي أعطاه الكثير من الاستقرار لذباع الزعيم سابيتشا ميشيل ديالكادو ميشيل ديالكادو والحكم ماذا يقول رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء أي قوة في المراوغة للبرازيلي ميشيل ديالكادو أمامنا أليكس تيس في مهن بالريح جريح ومر البرازيلي واضح سقوط خارج منطقة الجزاء سلاماته لذباع النصر رضوان جيد يقول أنا الحكم وأنا الذي أقرر كورة خطيرة لذباع النصر في ربع سنة لعب دربي بمواصفات عالمية ما بين النصر والهلال ربع نبيس أتقدم لخاليدو كوليبالي وعلي البناء ثناء محور الدفاع لفريق الهلال التركيز برتغالي بأقدام ربع نبيس سبيتش أخترم بالرأس هو القناص عمريقة الهلال داخل منطقة الجزاء كوليبالي كانو علي البناء أمامنا والصابيش طبعا إذن نبيس نواف العقيدي خايف من هذه الكرة كثير من الخطورة ربع نبيس اللي واسا ونواف يكسب المخالفة نواف مرة أخرى حاضر في العرين ونواف مرة أخرى ونواف ما بين النواف لأكيدي وخاليدو كل بني الهدوم أطلوب من كل اللاعبين ردوان ناشيد الدوني المغربي كان أدار مباراة النصر والزمالك متحكم في وضاية المباراة ينظر اللاعبين شفائيا ويقفل الموضوع إذن ترجع الكرة بضربة مخالفة سلطان غنعم أندرسون يكسب مخالفة أمام ياسر شهراني الدولي السعودي طبعا ياسر شهراني ياسر دفاع الزايم نختلف من أجرينتكي خلاب لجديده يذكر لقديم وعاد على مستوى النتيجة متعادلة سلبيا سفر لسفر بين الفريقين مارتيلو بروزبيتشا يعود الوراء على الأجامي لنواف الأكيدي العمري نويلة من عمري للساديو ماني بالرأس تغتية دفاعية على البلاي صوت عبد الحميد تأمين ديفاعيس سيكوفوفانا ينطلق الآن هجمان السنوية رونالدو على اليسار بجيم بوساديو ماني يلعب على السنغالي اليوز رائعة يعويس يا محمد يعويس مانيان ناير في العرين يعويس جابع يعويس يخرج الكونة من الخنة النهائي للمرمى بكورة رأسية قوية من أندرس تاريسكا أخطر هجوم لنادي النصر منذ بداية المباراة مارشلو برازفيتش بن ندية يا حبيبي بن ندية يذي المباراة النارية عبدالله الخيبري تعويس تاريسكا نصر عمري زي على سيكوفوفانا تعويس سعودانت الحميد حمد كانو بعيدة على ميشيل وعلى مالكوم وتأتي لنواف مالكوم اللي يسجل للحضر الهدفين من أربع مباراة خاثم علي يلين اللاعب الخاتم من سنة سان بيترسبورغ الروسي علي لاجامي تاريسكا برازفيتش يعطي من المخالفة ضد ريب النبيس سلطان الغنم كوليباني بالتالساندي تعويس النصر أفضل من بداية المباراة بدايته كان صعبا لكن الآن أفضل مخالفة ضد كوليباني من سالح كريسيانو رونالدو نستمعني رونالدو رونالدو هذا ما يردده الجمهور العالمي الذي كورد برازفيت بالرئيس والعويس يتقلق من أصعب الكورات لما تحتك الكورة بالأرضية قبل وصولها للحراس على المشاونات بين أريكستيس ومارتينو برازفيتش بحضور رونالدو أفضل خلف لأحسن سنف محمد العويس هل يفعلها الرونالدو هل يفعلها البومبر هل يأتي بين أستورا حوار العويس ورونالدو رونالدو دبعا يبتل دلايبن نفريق الهينل رونالدو الجدار يسوط دويرت سيكوفو فانا يوص رونالدو بالراز رونالدو بالراز والحارس العويس ختير في الهواء وإن الهواء في الهواء والصبر يحسن دواء بالنسبة للفريقين مبارات ضغوطات كبيرة ترجعنا سراوية أليكس تيس ماني عكسيا بروزوفيتش وشهراني شهراني أسرع من أندلسون تاريسكا تعود الكلان الهيلين ريبن نبعس نبعس لصابيتش ميشايل الخطير ميشايل صابيتش مرة أخرى والركني بتدخل العمري طبعا إحدى نقات القوة لفريق الهيلين استغنال الكورات الثابتة إن كانت مخالفات أو ركنيات 23 في خلاب درب النار ما زال في هذا المشوار بدون أي انتسار لأي فريق ريبن نبعس كالعادة العمالقة حاضرة الكورة البرتغالية ريبن نبعس عالية من البرتغالي ومخالفة لإدفاع النصر ضد خليدو كوليبري أكبر فاوز للنصر على الهيليل كان أربعة واحد عام 1969 ميلادي وأكبر انتسار للهيليل على النصر كان خمسة واحد عام 2017 ماني الكورة الاخيرة لكوريبري ماما رونالدو على البلاي قلت منذ البداية حرب كبيرة في وسط المايدان ودى رونالدو يوداني سادة عبد الحميد لمجال للنوم لمجال للسهو في هذه النوعية من المبارئات ترجع الكورة لمحمد العويس خيبري تاليسكا المختفي سيكو فوفانا معاول تجرب من المبارئة من المبارئة من المبارئة من المبارئة تاليسكا عكسيا ويتسرع كل مبارئة كذلك أليكس تانس في الهجوم يتقدم لبرازيلي تاس يوسع والركنية الركنية للنصر العالمي النصر العالمي اللي شارك في مونديان في البرازيل عام الفين بعد أن سيطر على إسيا أليكس إسا يتقدم العمري عالية الكورة بالرأس روبين نيفيس ترجع لبرازوبيتش كورة اختيرة رونالدو بالرأس لكن خارج اليتار كان في موقف متسلل رونالدو في دار ياسر شارعني خمسة واجرين في خلاب الكلمة الاتباة رح يساب الهجوم نازلت النتيجة بيضاء في ديربي الرياض بأجواء العربية علي البناء نيفيس تمشيت كبير من عبدالله من خيبري بوسط الميدان من جانب نادي النصر روبين نيفيس مرة أخرى صبيتش لميشيل دالكادو لكن قبله كان تاس نواف يلعب كقلب دفاع ترجع كورة بمقالبة كان عن الحكم من أذوان جيد أن يترك مجيل للأسبقية تعود الكورة إذن للعمري برازابيتش خيبري ماني خيبري مرة أخرى ينقر على اليمين السلطان الغنم لجنبو تاليسكا تاليسكا يتخطب البرازيلي يراوخ كورة خيبري أتاس ويم محمد العويس عبدالله خيبري كان خبير في هذه الكورة يقتنس على دول والعويس متنسد برازابيتش العقل المدبر في وسط مايدان النصر العالمي الجماهير النصروية كالعادة مشجعة قوية بعيدة من علي البري لنويف العكيدي علي لاجيمي خيبري أوتي حارسو مباراة الحسابات التكتكية نشايل تيل كادو والعمري صمم الأمن في دفاع النصر ماني يدخل معاه بقوة سعود عبد الحميد محمد كانو كورة للهلال سابتش خليدو كوليبولو يعدوا يخترق دفاع يواصل لورا السلطان الغنام الغنام لم يترك الغنيمة لنات لحوال الهلال كورة للهلال تاوتي برازو بيتشا كورة للتالسكا سيكوفوفانا ماني ألياسارو تاتي كورا للسلغاني ماني يواصل لبرازو بيتشا لخصية كرواتية ذات على نجم الكورة برازابيتش للمرة الثالثة يأتي من بايد برازابيتش في القائم الثاني كورة هيلانية على البناء يتغيل وبيض مالكوم ضايع في الطريق ما عنده رفيق عمرين ففانا علىكس تأس ماني خيباري لجمي برنم هل تدرش بکره؟ بخيباري روزابيتش دينمو الفريق نازراوي روزابيتش بعد تسعة مواسم في انتر ميدانو الإيطالي كورة ولاويس قبل رونالدو روزابيتش 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 انتشار سليم من بريق النصر والهيلال ياوتي سولاتو الهجومية مخالفة لسالح ناتي الهيلال لصابيتش ميلانكوميتش السربي ندخل قوي من ساديو مالي كورة ثابتة للسعيب اندار لبارتلو بروزابيتش اندار للكرواتي بروزابيتش تحاضر بمونديال قتر الفيروزابيتش كورة من الهيلال كان عادة لجول الاختصاص الأول الروبن بيس اليمليك التسويب رهيب نواف لاكيدي يوجه الجدار الدفاعي مالكوم والروبن بيس سماء الكورة كورة بالتليفون بالموبايل معلنة منذ البداية صابيتش قوم بالمخالبة النسرويون يتالبون بالانذار بروزابيتش يقول له هي نفس الخطاة اللي قمت به لماذا ليس الانذار وتعليمات جورج جيزوس غير راضي الى حتى الان على هذه الوضعية والإكستيس وجميع روناردو كريسيانو التسويب تاريسكا الحارس محمد العوز روناردو الجماعي روناردو ليس اناني يعطي كورة بياندرسون دانيسكا هدف فانا هي اخسرها تكون المدى القوية للأصفر نادي النصر عمد كانو صوتات العمد من مدة مريناش نواف العكيدي الهلال متخلف وجميع النصر زاد في الأداء نمس كنو مشايل تلكادو مشايل أمامه الجدار الأصفر شماير الهلال متعتشة للنقب ثلث هذه المرة على أراضيها بينما جمهور النصر يونيد يوم المرة يكتب التاريخ بالألوان العربية كنو يتسند التاريسكا رونالدو وبروزوبيتش رائع الكرة سيكو فوفانا لرونالدو رونالدو يرجى للوران سلطان الغنام براوزوبيتش براوزوبيتش فوفانا فوفانا والرايا الرايا على سيكو فوفانا رونالدو واضح كان في موقف متسلل عشر دقائق لليلات شوتا الأول الحسابات التاكسيكية أمام هذه النجوم القوية بطل أفريقيا مع منتخب السينيقال كورا لفوفانا مرة أخرى كاريدو كوريبالي سابيتش يتقدم علي الكرة رائع التصوير روبن نباس حكم يخلي اللعب حكم يخلي اللعب علي لشامي من روبن نباس من الزمع كورا لكوريبالي الأطمئنين على البردغالي روبن نباس تدخل علي لجامي إسابة اللعب الاثنين طبعا روبن نباس وعلي لجامي سلامات سلامات أكام يتوب الأسعاف رذوان جيد المغربي نذكر أنه هو ابن الحكم الفدراني المغربي محمد جيد ذلك الشبلو من ذلك ناسد هذه الصورة الرائعة شماير الفريقين تغني في دور نيائي نيائي الأعلام بين النصر والإيلان إذا كان الشوط الأول شوط اللاعبين فإن الشوط الثاني بتعديلات المدربين وبالتالي فكر موس الدفاع المنافسية الأولوية القصوى لكل مدرب جورج جيزوس والرويس كاسترو مالكوم فريم يتلقى التعليمات من جورج جيزوس بينما لويس كاسترو يحافظ على هدوءه محمد ناويس محمد ناويس محمد ناويس محمد ناويس إرجاء الكونع سمج والحارس نواف أمام مالكوم مخالفا للحارس النسراوي مالكوم فريم ساحب هدفين البرازيلي علي لجامي والإصابة بعد إصابة عبدالله مادو ليحتمل تباع النصر إصابة أخرى لقلب الدفاع لجامي تويلاء بتجاه محمد ناويس خمسة دقائق في الوقت الأصلي والطبيعي لنياية هذا الشوت العول والنتيجة بيضاء بدون أهدف في هذا الدور النيائي لكاسر ملك سلمان للأندية العربية الأبتال في مدينة التعيف شهراني التمس رونالدو كالعادة أدبنا تتسرق دفاع الخط لفريق الهيلان يسعى بالعايش والحياة على كريسيان ورونالدو شماير متعودة بالألقاب زعيم القارة الأسوية الفرقة الهيلانية بألوان الزرقاء والبيضاء نعود الكون مباشرة لنياية الهيلان عبر الحارس محمد العويس مباشرة للنواف العكيدة البحث نازم ماني تماثل سنقالي ساديو ماني على الجبع اليسرى عامري فوفانا حكم يخلي اللعب وشو مصريح مالكوم مالكوم يستنى المراقل المساندى سابيتش تاوتا سراوية فوفانا رونالدو مياده والمخام خاليدو كوريبالي بالورقة اندار سنگالي خاليدو كوريبالي نجمة تفعالي فريقنا فوريسا بيخل والشيلزي أمام رونالدو يكون الانذار في الانتظار علي البني والسلطان الغنام حذاري من الورقات الجماعين النصروية علي بولا بمخالفة دقيقة قبل ان تشوت الأول بدون احتساب الوقت الضايع بروزو بيتش على أمل استغلال هذه الكورة من أندرسون تاليسكا ورونالدو بروزو بيتشا يوزا والحارس لحويس رائع لحويس اليوم خيباري سيكوفوفانا أوه غريبة رونالدو وحده كان من خيم الثاني ولا عويسا للخد النهائي ولو أنه هناك رائع محمد آويس يبدع اليوم ويأكد أنه في الخلف ليحسن سلف عبدالله المعيوف انتهى الوقت الأصلي والطبيعي كم سيضيف الحكمة الدولية المغربية من أذوان جيد توران تاويس ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق وقت بدل ضايع مالكا رونالدو مرة أخرى من أكثر المباراة اللي يقع فيها رونالدو بالتسلل هذه المباراة النهائية كونيبالي سافيتش وففان على النارف طويل الكورة ليماني مخالفة السينيغاني طويلة لعباني كان حاضرين في مانديان لقاتر صوت عبد الحميد وكذلك الغنام تبع النار انذار في مناشاته مع علي البري وعليل بريبي دور الانذار كوراناتولي نوف شهراني كنو ساويتش دياني الكوران الجريسات يوماني ففانا خايباري عمري ملكورة في التمس اخر فرصة في هذا الشهو تناول في وقت البديل هيلالي يزرقا كانو صوت رائع الكوران يوازا والعمري مرة اخرى دغت هيلالي علي البني توين الكورة في دار القنام كاتيرا ملكوم كورة بالنس ما الدفاع الدفاع نسراوي حاضر فنيات رائعة للساديواني أدعى بسعود عبد الحميد في هذا الشوت الأول ينتهي الشوت الأول مشاهدين الكرام من تعادل سفر لسفر بين الهيلال والنصر موعدنا يتجدد بحضراتكم عند ضربة بداية الشوت الثاني امال ام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 البناء اللعب وواجه ضغط عالي في أول عشر دقائق من الهلال وقال لي شكلت خطورة. هذه كانت خطورة الهلال. بعد كذا أعتقد أن النصر استغنى عن هذا الأسلوب. استجوب البناء اللي كان يشكل عليه خطورة. أصبح على طول على اللعب المباشر على مانيه على كريستيا رونالدو من ثم الكرة الثانية اللي شكلت خطورة وجد المساحات في وسط ملعب الهلال ومن ثم شكل خطورة من خلال الزيادة اللي عملها تحديداً اللي أشوفه نجم الشوط الأول بروزوفيتش. أنا أعتقد أنه شوط تفوق فيه النصر على مستوى التسديد. على مستوى الزيادة. على مستوى استغلال المساحات بدر. هو يمكن. يعني بالبداية النصر بدأ أنه يحاول أن يحتفظ بالكرة. يحاول أن يمر. لكن ضغط الهلال كان ضغط كبير حتى شفنا المدرب. بدأ طالبهم بلعب الكرات الطويلة. لكن أيضاً اللي يساعد النصر على التحول الهجومي هو الهلال. بعد الربع ساعة يلعب أسلوبه المعتاد. يحتاج كاريو كابتن؟ أول ربع ساعة أنا أعتقد أنه الهلال تأكيد كلام كابتن نور أنه الهلال في كل مرة يضغط إلا ونادي النصر يخرج الكرة بطريقة سلسة. وبالتالي أصبح منهك على مستوى البدني. حتى على مستوى الضغط كان الهلال يضغط في المواقف التابتة على النصر. في المواقف المتحركة كان النصر يساعد خطوطه لنصف الملعب فما كان فيه ضغط. كيف صلح الآن هلال المشكلته؟ أعتقد كاريو حل على حساب سالم برأيي سالم من أقل لعبين هدافين ببراه أو لعب مهاجم ويوظف مالكم كلاعب طرف. ممكن أيضا إعادة توزيع اللعبين أو إعادة احترام المهام أنه مطالب أنه سالم وميشيل أنه يقوم بأدورهم الدفاعية لأنه تعودنا على المدرب خصوص أنه تغييرته ممكن أنه إذا كان يكون متأخر في النتيجة في الشوط الأولي يغير. لكن دائما بعد التقيقة ستيني يحاول أنه يغير. أنا ممكن أنه لديه إلى الإشكال الوحين تباعد بين الخطوط لما الخط الوسط والهجوم يضغط في مساحة كبيرة خلف خط الهجوم. وبالتالي نصر وجد الحلول لتفادي الضغط. طبعا هذه المواجهة التي ننتظرها جميعا في مجرأة الشوط الثاني منها وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة عن سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد يصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ليكرم الفريقين في هذه المواجهة والفريق الفائز فأهلا بالبدر شكرا لزمالة العزيز ننتقل لزمالة المعلقين روف خليف وكذلك حمد العنزي والمعلق الكبير بلال أحمد علام بعد فاصل قصير حين تنقلب المدرجات إلى لوحات وتهتز بصيحات المشجعين إبداعا ولات الخيال هدف الشهر في الدور البرتغالي يوه الله شوف اللعبة الرائعة لعبة ومهارة ورصمة فنية الدور البرتغالي على اس اسي حياكم الله في تطبيق ألو لحمة يقدم لكم أجوة دنواع اللحوم والذبائح البلد الطاز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وكذئون عند الوحات كلا راضا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يرعى نئب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان المباراة النهائية لبطورة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبتال في نفس الوقت العميرات الأحمائية بين اللاعبين خاردون كوريباري نباس وبقية النجوم الهيلالية تاريس كاماني بروزوبيتش الألوان الصفراء النصراوية بكل تأكيد مع منتخب البرتغال مئة وثلاثة عواجلين أدف أرقام قياسية عالمية لهذا اللاعب الذي شارك خمسة مرات كاس العام شاركة ونيابة عن سمو الولي العبد منحب بصاحب السمو الملكين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير مضنغة بمكة المكرمة والآن مع سلام الملكين الشعولين ترجمة نانسي قنقر نائب أمير مكة المكرمة سمو الأمير بدر بن سلطان والآن اللغة الأقدم وحقيقة الميدان بين الهيلان والنصر في شو ثاني لفك الارتباعته وضع اكتناس الكأس الغالي كأس الست مليون دولار رونالدو يقود القافل السفراء ويشحن مع زيه ومن جانب الهيلان روبا النباس والبقية من أجل كأس ثالثة هيلالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أجل النجاح في هذه الأوقات نواف لعقيدة لكل من يلت عقبيني سنذكر بتشكيلة هذه الفريقين بالنسبة لفريق الناصر هذه كورة لفوفانا فوفانا رونالدو يتقدم بردوغالي يلعب للهيسار للسانديو ماني مانع والناية على السينغالي الساديو ماني طبعا عديد النايبين تقمسوا في نفس الوقت أزياء الفريقين تخص من ذلك الأحمد فاجة المغربي الذي لاعب للهيلان 1995 ولاعب للنصر سنة ألفين الوحيد الذي سجل في شبك الفريقين لذلك فائد الشيعة لاعب للهيلان ولاعب للنصر أحمد عباس أحمد الدوخي خارج عزيز بدل الدعاية سعد الحارثي سين شان أحمد الفريدي عبد العزيز الدوسري كورة من مشايرنا مرتدة وذيها الفرصة سافيت ميليكويتش السربي ضيّع هذه الهدية الدباعية النصروية إذن التشكيلة النصروية نواف لاكيتي لحرس المرمى سلطان الغنم علينا جامي عبدالله العمري أليكس تايس في الدفاع سيكوف وفانا عبدالله خايبري مارجلو بروزويتش في وسط الميدان أندرسون تاليسكا كريستيانو رونالدو وسط يوماني في خط الهجوم على التشكيلة أزرقاء لنادي الهيلان وخالفة ضد ماني الاحتمد على المرفق العين رأس المرماني محمد العويس يمين التباع سعود عبد الحميد لليسير يسر الشهراني وسط الدفاع في البالي وعلى النبلي ثنائي ارتكيس نوبا نميس ومحمد كنو ثنائي وسط بايتان هجومي ميشيل تلكادو سافيتش مرينكويتش وسيلو متوسري والمواجد مالكم فليب البرازيلي اندار لستديو ماني سمو تبعنا الأمير كان أمير منع قلنا نذكر تبعا تعتاري عيد قاتل من حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والنيابة العنوالي العاد رئيس مجلس المزرع الأمير حمد بن سلمان يرعى نائم أمير مكة المكرمة والأمير بدل بن سلطان نذي المباراة النائعي سيكو ففان عمري ناود لنا في العاقيدة عزيمة واضحة من جنب اللعيفين للتنسيل أليك سيس أتماز لنادي النصر ودور مدني كبير لسعودة العميد بالنزعة الهجومية ساديو ماني لليمين السلطان الغنعم تخته دفاعي من يسر الشارعاني يبقى تميس الشارعاني بعد تدخل من البرازيلي أندرسون ميتاريس عالي من محمد لاويس عامري قبل سبيتش ماني دائماً أمام سعودة العميد سبيتش كورتو متعديش معاني سيس مليمتري ياندرسون تاريسكا تاريسكا يحاول التوزيع في البريد ترجع كولة هلالية سيرمتوسري كابتن نادرسون روباني بيسا مالكو رائع الكورة مالكو يوانسا كورتغول كورتغول ميشيل تيركادو الهلال منورو لوساشر عدورو ويسعد جمهورو الزائم عبر البرازيلي ميشيل تيركادو وحده وحده الزائم الأزرق ماجمال لونو ومعكو شو نونو لأنه هو الهلال حارق وهاج وفتاك تيركادو جاس الشباب الله 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 لك يا هلالي دائما في العنال بنجوم العالمية سبيتش مالكوم ميشيل الدوسر والبقية إذن النتيجة تتخير لسالح نادي الهلال مالكوم بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر وانتماء رايحة من ميشيل تيركادو لذيع الحارس نواف ويحط الكورة بالشباك الهلالي عالي الهلالي صور عالي أمامنا النواف يعين الأذرار في بداية هذا المشوعة أول أداء بضل دور عني يلواني الزرقاء هلالية نارية وهاجة ذنواية في سماء بدينة التعيف هيا يا جي سلم أنتوسري يعطي السلم يرجعون النادي النص مباراة تعرف الآن منعرجات سايبا تانيسكا على اليمين رونالدو الاعتراف من علي البلي اللي عنده انذار علي البلي عنده براسيدو انذار مخالب الكريستيانو رونالدو الأسد جريح رونالدو يسبح ضد الريح لا يمكن لكم أن تتخيلوا الأجواء النارية في المدرجات بالألوان الهلالية أليك ستيس كيف سيكون رد الاعتبار من جانب النصرويين جدار دفاعي في لاعبين النار رونالدو أمامه كانو ووراءه كوريبالي بروزوبيتش أو أليك ستيس على الدول لاعويس حارس الأمان رائع في الميدان ركنية كورا كانت في التسعين إصابة لاويس الحارس الثاني لبريق الهنال بعد عبدالل المعيوف رادوان جدي يقول له لا تعتمد لي ذات الوقت 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 والوقت كالصيف ولم تقتعه قطعك ركنية لأليك ستيس عالية كورا بالرأس محمد كانو سلطان الغرر تعود الكون أنا سيكوف وفانا نادي النازل يجري وراء التعديل في هذه الأوقات وما أصعبها من أوقات وضع مرير متخلف ونتيجة بها دفن السفر أمام الهيلر يوف عمري كيس سديو ماني مناقب كذل من صوت عبد الحميد برونالدو علي لجامي لم نشاهد سلطان الغرر على المستوى الوجومي بروزوميتش كورا بالتجاه ماني ساديو أكامي خليل نرجع لفريق الهيلر ساديتش كورا لمالكع وشو من الهيلر دوسري خطيرة ميشيل حاول التوزيع صاحب الهدف الواحد في المباراة ميشيل فليب ديالكادو يرجع بيكورا لمالكع وتميس يهود للسلطان الغنم يتخدم خيباري سيكوف ففانا رونالدو لايزارو يتخدم كريسيانو كريسيانو أمام كل ديبان أولاً كليباري أسد التيريكاً سينيغال صامتش سينيغالي سينيغالي سعودة ابت الحميد هجمهيراليا دوسري مرة أخرى تعود نسروية ساتيوماني سيكوف ففانا روزاميتش تاريسكا ورونالدو قوية قمبولة قوية من كريسيانو رونالدو والإسابة مرة أخرى تتال الحارس سينيغالي قوية غلايان بوركان في مدرجات الملعب بالألوان الهينالية برويس كاسترو والوصفة العجيبة لتعديل النتيجة أمام هذا الخبير القيدوم جورج جيزيس ميشاير تيل كادو ساحب 1.06 مليون دولار نويلة من خليدو كوليبالي تيس خايبالي حرب كبيرة في وص الميدان نخدها السابيتشا نقل ورعا كولا اخترا تاريسكا أدرسول تاريسكا لعويس بطالة دور النيئي لعويس مان أوفذ باتشا مان أوفذ فاينل بكل تأكيد أفضل خلف لأحسن سلفه محمد لعويس الجدار العالي روك ليليبرا زابيتشا من رأسين بناتوا خارج الميدان اليوم ربا ذرة النافعة غياف عبدالله المعيوف قدملنا حارس عالمي محمد عويس يتواصل المدنة السناوي يمضي ولا يباني هذا الجمهور الهلالي يقابلوا الجمهور الناس ناوي عبدالقي العاصمة في حوار الكبار كان نعم تأمير من علي البناء البناء الدوسراء دوسراء يعادل لون العمر الممتاز ترجع كونل النسق يرتفع النسق والإخاء بين اللاعبين سيكوفوفانا ماهكنو وسط الميدان خيبري غير اليمين ألدرسان تاريسكا تاريسكا غنام غنام والكونة يرتفع الهلال نرجع لمالكوم مالكوم أي أسست وهذه الهجمة السريعة مالكوم مرة أخرى يراوخ وركني ركنية من عبدالل العامر نار 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 بين الكبار الأسبقية هيلالية ركنية للهيلال سلامة سلامة سرين 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 على تسرين ينتظر سميج وأكنو الكرة الثانية سباق ضد الزمان يخوذ النصر الآن في هذا الميدان مرتدى لكوليبالي تغتية دفاعي من عدد الجيمي أمام سبيتش من انكوينتش أي صفقة لهذا السربي وأي قيمة في وسط الميدان لسبيتش ملينكوبيتش طبعاً أمامنا الأمير محمد بن سلمان أمامنا الأمير بدر بن سلطان نيابة عن وليناد رئيس مجلس المزرع الأمير محمد بن سلمان تسويب من سعود عبد الحميد خارج الميدان فيها التورة لسيكو ففاناً الأكتفنية من سبيتش من انكوبيتش خايباري يكسب التمس لكل ورامل سبيتش في كل مكان الزواج لكل ورامل سبيتش ورامل سبيتش صعبة هي الأمور على نادي النصر بهذه الأوقات كورة ويلة رونالدو تأمين انتباعي من كل إبالي مبنى بيس مرتدة بوسط المايدان فوفانا خنم خنمي واسا رونالدو بالرأس لم يكن خناص مع الكعم أنت ما يسرل هذه النصر كورة خرجت برماتها داود نصراوية أقل من خمسة وعشرين في خلاعب لنائة هذا الدور النيائي والهلال متقدم بهدف للسفر هدف ميشيل تلك عدو كورة طارب على الغنم تعود بالتماس لسعيم جماير النصر تدفع فريقة للتعديل والجماير الهلال تريد التأكيد بهدف ثاني هدف كل الأماني بروزو ميتش غنم علي الكورة ففانا ففانا هناك راية تعود كورة بتسلل لدي بالهلال لا يوشى التسلل وبالتالي الهدف شرعي كورة مليمترية من مالكم فليف وميشيل تلك عدو وحده وحده يحط الهدف هدف الستة مليون دولار لكن للأمانة لما يتعلق الأمر بمواجهات النصر والهلال تنتفي عملية المال والأعمال تأتي كتابة التريج تأتي الألوان والمجد والجمايرية والألقاب والشعبية كورة عن سعود عبد الحميد هذه الكاس الغالية كاس الستة مليون دولار الوصيف سيجني مليونين ونصف المليون دولار ماذا مالكو 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 يتدخل الحمرة وقد تكون الورق الحمرة الهلاليون يتالبون بالورق الحمرة والحكم رذوان جيد يكتب بالسفر بما أنه كان آخر مدافع ربما كان للحكم أن يسحب الورق الحمرة في وجه عبدالله العمري على كل الكلمة الأخيرة لرذوان جيد كورة مخالفة لنادي الهلال هناك مشوارات بين حكم الفيديو سمير كازيز ومساعد مقرن كوراري مع رذوان جيد ساميش ملينكو ملش مالكام فليب واحد من الاثنين في التسويب الهلال يريد الثاني في هذا الشوت الثاني قلنا وأنه هناك مشاونات بين سمير الراكز ورزمان جينت يعني تشيك الريد كارت الورقة الحامراء في البن ما بين عمري وملكوم حكاية ورواية رضوان جون تأتينا في لحظات تاريخية يأتي بالورقة يأتي بالورقة هل هي لملكوم أمن العمري العمري خريعي ورقة هذا حامراء هذا حامراء بالفعل تشيك الريد كارت حامراء يغادر للورقة الحامراء إذا سفرت أمرت المساهب لا تأتي في ورادة الناصر متخلف بأدفل السفر ويلعب منقص العدد أنت ناخل من الآن في الدقيقة الحاتية والسبعين في عجلة ناعبين تعديلات نويس كاسترو أكيد سيل تجأ للأربعة أربعة وحد لوينس كاسترو لتغطية النقص العددي في صفوفه بعد إقسال عمري في دقيقة واحد السبعين الضربة القاضية أمام ملكوم والساميج جيدا ارتباعي بأربعة ناعبين لفريق الناصر وصابيتشا والتورة بعيدة ضربة مربع ناعف هل يقدر الناصر على قلب التاولى على الهنال بعجلة ناعبين فايبوري تاودي ميشايل ريبن بيس ويتكون من سلطان الغنم لحرصه نوع فلاكي دي تتواصل الآغاني وأفرع على الجمهور الهيلاني فانتظار لحظات أفضل لفريق الناصر وخاف الرونالدو حوار كولي بالي حوار رونالدو حوار العقوية حوار العمالقة كولان من جانب ناتي الناصر يستعد للدخول حوار العقوية حوار العقوية حوار العقوية حوار العقوية حوار العقوية رونالدو جال 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 رونالدو كريسيانو يقود بالناصر هو الناصر بالأسطورة يحاكم حوار العقوية هو رونالدو يقاتل النتيجة لفريق الناصر عالمي يا نصر عالمي النصر يأتي تاريخ الناصر بأطاف رونالدو الداف الهدفين هو رونالدو قناص كل القناصين رونالدو والطولة في الشباك واحد واحد بين العملاقين نار 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 يا حبيبي نار حارس الهلال لاحويس ما بالو لا يعلمو كأنه لا يدركو أن الأسطورة الرونالدو أقوى ما في الكورة أقوى ما في الكورة هو الأسطورة بعشرة نائمة النصر العالمي يعود من بهيد ويسجل هدف التعادل هذا التربية بأشواقه التربية بأسراره إلى رئاية مشواره كورة من ربنميس ضرب الجزاء ضرب الجزاء ماذا يحدث في الميدان ماذا الجنون ما هذه الفنون الهلال يكسب ضرب الجزاء رضوان جيد أمامنا انتلاقة الكورة نيسا ميتش ميلانكو ميتش لجامي في حواره مع السربي والحكام المغربي يعطي الضرب الجزاء مباراة نار يا رونالدو نار ندف البطولة بخمسة دف كريسيانو رونالدو شنة جنون رويس كاسترو المشونات مع الرضوان جيد جزوس مدرب الهلال ورونالدو والحكاوي قرار رضوان جيد يرجع للفعل المغربي يرجع للسامير كاساسا السافر المغربي سارمة وقوية إذن نقود رضوان جيد للفيديو لنتأكد هرهية المتجزاء الملع هل هو التعور من الجامي أم انتفاع بدن الشرعي ننتظر القلعر قرار تاريخي قرار مهم جدا يذهب رضوان جيد العنى كل اللاعبين فننتظر ما فميز ضرب الجزاء ليس هنالك ضرب الجزاء إذن النصر يبتع عند المناطق قد الله يلغي دربة الجزاء ويرفع الحمراء في وجه رويس كاسترو مدرب ناتي النصر هذا هي الإعادة وفي الإعادة إفادة شوف الروح القتالية لروناردو في حواره مع محمد كانو بكل الكلمات بكل الحروف يرسم هذا التربة العالمي تربة النجوم حرب النجوم لا تأتي كل يوم لا تأتي كل يوم لا تأتي كل يوم إذن ليس بي لويس كاسترو اللي غادر منورقة الحمراء خلان يخو باكان خيباري ومعه الفتيل كذلك محمد في قلب الدفاع طبعا كان ممتظر دخول فتيل لسد الفراغ بعد إقساء هذا اللجامي يغادر للإسابة محمد الفتيل فتيل لي علي اللجامي عجلة خيخ لعب وذكروا أن فريق النصر يلعب بعجلة لاعبين منذ دقيقة السبعين وانتمكننا من تعديل النتيجة عبر الأسطورة وأقوى ما فهمها في الكورة كريسيانو رونالدو ترجع كورة كونال بالنص لرونالدو رونالدو لكونال وصال ناودينا ليها إسابة كونال لشعير تلكاتو صاحب الأدفل يلاني سانم التوسري منذ دقيقة إسابة يكونال موسيقى 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 مباراة كل الفنون من كل الجنون بين الهلال والنصر منذ دخول ويوسف كران ألسن مر للوقت لذا في الأول أجوال مدلجات الإفاري كيسا كونان 27 عام لما يتقدم سلطان الغنان النصر يغنم هدف رونالدو خليدو كريبري يغادر محمد شحفلي كبديل كذلك يغادر الشهراني على إنسانة يفع ويات محمد لبريك اللي في العادة يلعب على اليمين كل مدربي على بوراكو محمد جحفري ويقول أن العادة يغادر محمد لبريك على البريك لبريك السعودة بن العميد جحفري اسمانة قائق أو سبعة قائق لنهاية المباناة في وقتها الأصي والتبيعي هل هناك أكون غدارة هل هناك الشرارة هل هناك أثربة قاضية مع اقتراب النهاية وأي نهاية كورة من صوت عبد الحمد لأمين انتباعي من الغنم كانوا المخالفة لرونالدو كورة مخالفة لكريسيانو رونالدو معنوياً الآن رونالدو هناك ناية رونالدو كورة مخالفة لنشمل كورة مرتغالية رونالدو لا يهدأ لأوبا هذه هي قيمة وهمة الرجال ليس أسطورة مفراغ هدف أبيض ميشيل ديالكاتو أمام الإبواري كورة دوسري صوت عبد الحمد ترجع لمحمد بنيت علي البنيت شعفري خمسة خائق لني عين الغلطة بفلق كورة للبريك اللي عاد بالتسلح كيف سيتعامل المدربين مع ما تبقى من وقت في هذه المباراة تبعث كورة للرونالدو كورة أو الساديو ماني نسنغاري كورة بيتا لكنا تميس جيسوس يفكر بالبيد في النهاية روبا نباس تميس ناتي ناس لويز كاسترو بيعشرة نائبين هذه كورة للرونالدو يتوبها بالمسيحة الفرغة رونالدو بروزوبيتش بروزوبيتش ماتي بيعي تصدروا الرأية كانت الآن رونالدو كورة هيناليا الخوف يسيطر على جماير الفريقين لأنه أي كورة ختار الآن لا مجال للتندير تنتهي المباراة كانو روبا نباس انتفقت نوعا ما شعلت التواجر ينير بعدها انتفقت عادل دير رونالدو دوسري مالكا كانو كانو ترجعنا السراوية ساديو ماني سيكو فوفانا يعاطي فوفانا نولا الشحفلي ترجعنا الهدن سبيتشا صوت عبد الحميد سبيتشا التسوير والدفاع يا صدر عرب تانيسكا يكسب الترس أليذب البريقان إلى المقتين أليدافيا تدخل كامل محمد بريك تدخل كامل محمد بريك كانوا يربط بين الدفاع و الرجوم صوت عبد الحميد محمد تدخل كامل محمد بريك تدخل كامل محمد بريك تدخل كامل مشلق تدخل كامل محمد بريك يرجى بياني البنيك كلها يبين نصر مع دارو نالدو في الواجبات الاتفاعية حال يكون قريبة قريبة من صافيلش ولو أنه نالك الراية والتسلم لكن صافيلش كان واحده ويضاح الفرسة هذه المرة رونالدو ناير متسلم رونالدو التوزيع فوفانا تليسكا مباراة الإثارة مباراة التشويخ هذه نعادة لو لا سعود عبد الحميد ينفرد ساديو ماني تسلل موجود في كورة رونالدو مباراة كبيرة قام بها رونالدو اليوم سيكون هتاف التورا بخمسة هتاف سيكون هتاف التورا بخمسة هتاف سيادم توسري يتعافى كان حواره الأخير مع سيكو فوفانا تتواصل لأجواء بالمتنجات روح قتلية كبيرة من اللاعبين روح البذل والعطاء سودة عميد مالكو ترجع عكسي سودة عبد الحميد عبد الحميد يوز والزدورة ما بين النباس والسويج كورة ما بين النباس والسويج والركنية لناجي الهنال بالتوصيع للسالم الدوسري سالم ناجي الهنالية دوسري نابسة عالية وغريبة عجيبة وغريبة سافيت شيرتقي أهلا من النواف العقيدة ولكن يسورها خارج الشباية خروج مشازف لنواف عقل من دقيقتين ديناء المباراة في وقت رصي والطبيعي مالكو يغير بنجاح نيشجال يراوخ الكل يعتني السابيتش مالكو مرة أخرى مالكو 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 واتفان واتفان نسران يمز ولا يمز كورة خطيرة من البرازيلي مالكو سلطان الغنان على الخلطة النياهي ثغت هنالي متواصل نذكر أن النسر يلعب بعشر لاعبا هذا رونالدو ومحمد دعويس نرجع بسرعة آخر رجمات المباراة قبل الوقتين الإضافيين مالكو مالكو من البريك نرجع بسرعة من البريك مالكو مالكو مرة أخرى سعود عبد الحميد آخر ومذة آخر همسة آخر لمسة مالكو يعدل سعود سعود يوزع أوبن رأس للجادو والعارس نوعي نهاية الوقت الطبيعي ونهاية الوقت مدر الضايع سنتجع الفريقان إلى الوقتين الإضافيين إذن مشاهدتنا الكرام رضوان شايد جولن على نهاية المباراة بالتعادل أكيد ستكون لنا عودة مع ضربة بداية الوقت الإضافي الأول الآن أعود بالصورة صوت للزمير العزيز عبد العزيز البكر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 رونالدو اشتركوا في القناة 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 رونالدو برس أكبر قناس خيال كل الخيال دلال كل الدلال امبراطور الكورة رونالدو الأسطورة كل كتب العالم غير قادرة على كتاب التاريخ العجيم كريسيانو رونالدو ملك الأرقام امبراطور الأقدام يا سلام يا سلام النصر يقلب الدولة على الهلال ب10 لايبين ب10 لايبين نحظات تاريخية تكتب الآن رونالدو بالانتظار في هذا المشوار مع الويس كاسترو الحكام المغرب يراقب مع السمير الكازاز ويحتسب الهدف إذن رسمياً النصر يتقدم لأول مرة في المبارات بأدفين أدف أي أجواء عالمية لجماير نصراويين قلنا مبارات الصبر مبارات كل الصبر أصفر اللون من أجمل ما يكون بكل الجنون اللي عنده رونالدو ما عنده على شي خافة اللي عنده رونالدو يكسب الألقاب اللي عنده رونالدو مريك الألقاب برازا بيتش ففاعل سلطان الغنم والنصر يقن من الآن في النتيجة مني ترجع لصبيتش ترجع لصبيتش ترجع لصبيتش إصابة يقوم يخلي النعب هنا ليلية أتوسن كورا خارج الميدان هذا اللي عادة أجواء عالمية بمدرجات الكلمة الآن نصروية بالصوت العالم بالجدار العالم النصر العالمي ورقة حمراء ورقة حمراء نرويس كاسترو هذه المرة هذه المرة لن يسلم كاسترو من الورقة الحمراء الحكم الرابع المصري محمود البنة رضوان شيد حكم المباراة تعليمات نرويس كاسترو من رونالدو للمحافظة ننتجة لأنه نرويس كاسترو سيغادر بنك الاحتياط لفريق النصر في هذه اللحظات فرحة رونالدو كأنه عمره عشر أسنين كأنه لم يحتم الأرقام كأنه ليس هو أول من يتابعه في الإنستجرام ستمائة مليون شخص يا ناس مريك الأرقام رونالدو أقوى أقدام شمائير نسروية تغني عالمية كذا تخائق لنياية الوقت اللي ذا في الأول والنصر اللي هو المرة متقدم بنتيجة في هذا الدول النيائي طويلة للكونة من نوف لاكيدة رونالدو يخف ترويذ والعجمل عبد الرحمن غريب تعود هنا ليا سوفيتش دوسري سوفيتش لبريك مريكو مريكو يعود رونالدو مريكو 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 كنا سوفيتش كان عليه أن يرعب أماني على يمين الهشوف احتبالات كبيرة لشماير نسرو العالمي يأثي الأسبقية بعشرة نائبين يتحدى الهنال ويسجل هدفين عمد البريك طلب الكورة بالحمدان والركنية عمد الفاتيغ لخارج كورة للركنية هلاتي الانفراج الهلالي عبر الكورة الثابتة ستة هدف لمرك الأهدف رونالدو في هذه البطولة العربية لخارج الكورة في الركنية مالكام على السر البرزيلي مالكام ممجرة للنفس مالكام ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 يجب معاكس عبد الأحمد الغرير أتاس ويرف من سيف وفبانع والحارس محمد داويس ساميج إجوير داويس ريال اليسار صوت عبد الحميد تونان بخراعة ممتازة غريب ياري الكورة غريب حتى السنتي موضوع ونحن نغت في مدى موضوع حسنًا موضوع 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 يوسع يكونوا بالرأس لكن بعيدة متابعة من سلطان الغنم آخر المتابعين محمد البريك سلم التوس هلي ما صعب الجويل كلها يبين ناصر بالدفاع بما فيهم الرونالدو صوت عبد الحمد ساروخية من صوت لكن بيجرب الحارس نوعف الوقت يمر الوقت يمر والأحداث أمر وأمر على النادي الهلال في هذه الأوقات ما أصعب هذه اللحظات وصيف المجموعة الثانية نادي الناصر وصيف المجموعة الثالثة نادي الهلال وطريق النيائي مذكروا أن الناصر أقصى الشرطة العراقي المجموعة الثالثة من صوت المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة يجب جيزوس يراقب اللعب لكن العلون الوجوبي السابع مع التكتل الحالي في دفاع ناصر جوي على البناء ليسعى البناء كورة صائبة تكاريو نظر في دفاع المتمنم ما زال يحافظ نادي ناصر على الأسبقية بأدفين بعد أن كانوا متخلفا بأدف للسفر علي البلي افتكلوا الكورة ساديو ماني ماني ترجع إلى اللياء سبيتش سيلم توسري ينتقل بالكورة بسعود عبد الحمود انتفاض رهيلانية في اللياء بحي ترجع إلى اللياء بحي سبيتش 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 ترجع إلى اللياء بحي ترجع إلى اللياء بحي ترجع إلى اللياء بحي ترجع إلى اللياء بحي سبيتش ترجع إلى اللياء بحي في تاريخ رونالدو ترجع إلى اللياء بحي 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 العظيم نبريك في القائم الثاني والنواف يتير يكسب المقالفة هذا هو توسيع محمد نبريك نواف العديد أمام علي المريك علي الحسن حسنة رونالدو علي الحسن في مكانه الأسطورة تنادر الكورة في هذه اللحظات منتظار صافرة الحكام المغربي منتظار 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 ätzen منتظار إلى الشبيرة وصعب ما صعب شوية فائدة تكونها من السلطان الغنان عربعة دقائق قليلات المباراة والنصر يقترب من أول ألقاب العربية على حساب نادي الهنان في تربي عاصمة من أجمل ما يكون كورة في القائم الثاني الحمدان أخرج الكورة مارسلو برازوبيتش ومحمد ألفاتير الهنان يلعب الكل في الكل الشمل بما حمل سعود عبد الحميد انتدار تماما ستوين بالرأس والمطار ما بيضرب الشاسر ورادوان جيد يقلوا ناوى على الفرين وصعب شوية اليوم ترادوان جيد يلعب كتاب يا دور يا دور سيدا سيكوف وفانا تنمسي الكورة والهي متعمدة أملي وتس kadhi بدون احتسام الوقت الضايع تسايع البداية فيro والذات happened kaçير بدون احتسام الوقت الضايع ومنعات مازيرت كاريو سينم التوسري سموت عبد الحميد إخراج الكورا عليوه يدخل الإن تغير مكان سديو ماني عبد العزيز لعليوه النصر بدون رولاتو وبدون سديو ماني عليوه يدخل الإنمارات ترجع هيلانيا علي من كاريو كاريو يوسع بالرأس ناريبا بالراتف عبدال الراتف كم يمكانه تعديل النتجة هيلانتر هيلانتر تحت السدمة سبيتشو الراتف سليو بالانتظار غريب غفانا والرعي انت الوقت مائة جرية دقيقة خروج لمارتينو بروزفيتش وصول عبد المشيد السليم وشماهير النصر تختلف من التتويش موسيقى 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 عربي أمام الهدار المتحدي كل مدى السادة للاحتفال أمامكم يأسادة يا كيرا النصر العلبي في اتدار السوفرة المغرب ركوان شهد مليون مبروك مع الشيخ العالمي وحفظه الظن بشمهور الهنال ومع نادي الخسارة أمام النصر بهذا بيت بهذا فرناندو يكتب التاريخ من جديد لنادي النصر في هذه الأوقات ومع أجمر الأوقات في أسفر اللون بكل الجنون في هذه الليلة واشها الليلة في مدينة التعير أكيد ستتواصل الأفراح للنصر وي وخيبة كبيرة للهناليين في انتظار من رسم التدويج نعود بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى الأستوديو للسميل عبد العزيز البكر اشتركوا في القناة 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 الشجاعة تغلبت على الكثرة هذا ما حدث في هذه الأمسية لتحقيق النصر تحتاج إلى الشجعان اليوم النصر أكمل ربع الشوط الأول والأشوط الإضافية بنقص عددي هذا النقص ولد قوة كبيرة انطلق معها قطار النصر قطار البطولات بأول بطولة يحقيقها النصر في هذا الموسم الرياضي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وهدافها كريستيانو رونالدو بستة أهداف ألف ألف مبروك للنصر لأمة النصر هذا الانتصار المهم أمام الغريب التقليدي الشقيق فريق الهلال نهائي فعلا يليق باسم الوالد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله هذه الليلة الكبيرة لعشاق النصر أن تلعب مباراة أمام الهلال بعشرة لاعبين بأداء كبير بروح كبيرة تستحق النصر بالفعل أكيد أولا نشكر الفريقين الاثنين على المتعة على التشويق على الحماس لكن البطل اليوم هو النصر بكل جدارة واستحقاق كان على كل المستويات تقريبا أحسن بكثير من هذا الهلال في مباراة اليوم ذهنيا بدانيا حتى على مستوى الرغبة حتى أنا منقوص من اللاعب مش سهل أنك تسجل هدفين أمام الهلال وانت منقوص من اللاعب وبالتالي نهائي بمستوى الفريقين الاثنين لكن نهائي برأس مرتوح بأداء كبير بالنسبة للنادي النصر طبعا هذه الفرحة الكبيرة التي نشاهدها في أرضية الميدان ألف مبروك للنصر فرحة كبيرة لكريسيانو رونالدو وتعتقد بأنها وكأنها البطولة الأولى التي حققها في مسيرته صحيح هذا الشغف هذا الشغف اللي وجدناه في كل مجرات البطولة كهدافها وحتى كقائدها كقائد النصر أعتقد مباراة مبروك للنصر تتكلم عن فريق يطرد من اللاعب وهو متأخر في ديوية سبعين ويكمل المباراة لأشياء إضافية أعتقد أن توضح لك قيمة هذا الفريق وصلابته قيمته على المستوى الفني وقيمته على المستوى اللاعبين في المقابل جيسيوس قبل التقدم أعتقد أنه في هذا اللقاء ممكن القرارة الأوحد الصح اللي كان من بداية المباراة هو الإشراك العويسي اللي أنقذ الهلال من الشطر الأول من أكثر من هدف فأعتقد أنه مباراة من بدايتها تفوق فيها النصر لم يتأثر بالطرد توضح لك قيمة هذا الفريق وقيمة الهوية الفنية اللي يمتلكها في المقابل الهلال وضح هذا اللقاء حاجة للاعبين أولا وحاجة كذلك حتى لمدربوا أنه أخط في هذه المباراة يكون أكثر جرى في المباراة القادمة كابتن نور ونحن نشاهد المدرج اشتعلت قناديل الفرح في النصر مبروك لجمهور النصر حقيقة وهارد لك جمهور الهلال حقيقة النصر وإن كان الشجاعة تغلب الكثرة لكن بالحقيقة النصر أيضا على أرض الملعب كان ثقيل جدا كان مستوى فني عالي أدى مباراة كبيرة أو أدى لحظات أدى مباراة كبيرة حقيقة خلال هذه اللحظات كثير من الخلاف يحدث في أرضية الميدان ما بين لاعبي الفريقين إن شاء الله تنتهي هذه الأمور بالروح الرياضية التي دائما ما اتسمت بها لقاءة الفريقين ولكن هي رغبة الفريقين بالانتصار دائما ما تخرج أحيانا عن الإطار المألوف ولكنها لحظات وتنتهي إن شاء الله نتمنى أن تنتهي هذه الأحداث بلا شك كنا مثل هذه الأحداث تعكر مثل هذا الفرح أعتقد أبو عبدالعز في البداية نبارك الجمهور النصر نبارك لدارت نبارك لعبين بطولة مستحقة بطولة رغم النقص العددي مطروض لاعب خاسر بهدف تعود للمباراة بالتأكيد أنه هذه اللحظات اللي ربما سينطلق معها الاحتفال الخاص ببطل بطولة كأس الملك سلمان ليلاندية العربية النصر اشتركوا في منا هم دعنا اشتركوا في اللحظة سلطل سلطل هنا سلطل سلطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هي الأجواب تلك هي كورة القدم تسعد شعوب وتبكي شعوب كورة تختفي بكل أسرارها مع نهاية المباراة الاستراذ والحكمة في التنظيم نستمتع معاً مشاهدنا كرام ثم نعود اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة والنصر الكل يريد أصور مع كريسيانو رونالدو الأسطورة العالمية النصر الليلة يكتب بأحرف المندهب اسمه على سجل قائمة المتواجين بالكأس العربية من الأندية العبدال لأول مرة النصر العالمي في الأجوال العربية شماير العالمي تحتفل في مباراة كان فيها متخلفاً النصر بهدف للسفر وبعشر العيبين لكن رغم ذلك تمكن هذا الرجل رونالدو من الذهاب بفريق النصر إلى بر الأمان واستجلها دفعين وأعطى التاتويج للادي النصر رونالدو يترقى تهاني من الجميع طبعاً مباراة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بلدر بن سلطان بن عبدالعزيز لائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي للا طبعاً كل الحضور شرف حضور سمو الأمير بلدر بن سلطان بن عبدالعزيز لهذه المباراة النهائية لما يكون عندك لعب لو من الاسم كريسيانو ومن العقب رونالدو المهنة تكون قناس الألقام صاحب التدويجات لويس كاسترو ينجح المدرب البرتغالي في تدوين اسمه في تاريخ النصر في لقب أول في هذا الموصل بسرعة بسرعة يقول رونالدو لأنه حان وقت تدويج وتلقى العينين للأفراح والمسرات الجماعير النصرية الجماعير النصرية في انتظار التدويج هذه الموتورة العربية بخمسة هادف كريستيانو رونالدو أو بستة هادف حتماً سيكون كذلك أفضل لعب في هذه البطولة ساديو ماني من أولها بدأ بالتتويجة السينيقالي أستاذ ديرنجا كمبيوني كمبيوني النصر العالمي طبعاً هذا لا ينقص بشيء في هذه البطولة العربية لعب المباراة النيائية والآن اللحظات التاريخية سمو الأمير بدر بن سلطان سيتولى بنفسه إهداء هذه الكأس إلى رونالدو ولايبي النصر تقدم الدون الأسطورة ملك الكورة كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو عديد الألقاب في هذه البطولة في كريستيانو الرائب رونالدو العجب يواصل كتابة التاريخ أين كان المكان في هذا الزمان نوفل عجيدي والفرحة الكبرى مع رونالدو سوفيتش ميلينكوبيتش حاضر كذلك من الأسماء التي لمعت لمعان كبير في هذه البطولة العربية سوفيتش ميلينكوبيتش أتتويج بالكورة لسوفيتش ميلينكوبيتش لعب نادي ليلال النجم السابق لفريق لاتسيو الإيطالي الآن يتقدم رونالدو كريستيانو أكبر عدف الحذاء الذهبي يستحق طبعا الدين رونالدو ونواف طبعا القفاس الذهبي كأحسن حارس نواف العقيدة يتسلم بدوره القفاس الذهبي من سمور أمير بدر بن سلطان الذي شرف الجميع بحضوره لهذا العرس الكروي لعملقي الكورة السعودية عملقي العاصمة الرياضة تكريم كذلك تقم التحكيم بقيادة رذوان جيد الحكم المغربي موسيقى 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 لم تكن سالة هذه المباراة قاد باقتدار رذوان جيد جيد تقم تحكيم المغربي أمامنا لحسين أسجع مصطفى أكركاد الحكام الرابع المصري محمود البناء وحكام الفيديو سامير الجزاز ومقران قراري يتفضل الآن الفريق الحاصل على المركز الثاني يتخاتم الآن لعبه فريق الإلال وصيف البطولة بقيادة البرتغالي جورج جيزوس عددا لعبه عددا لعبه ودرا لعبه الهينال يخسر هذا النيائي بها دفاع الهدف بعد أن كان متقدم في نتيجة بمحمد كانو وبقية اللاعبين سالم التوسري كابتن نادي الهينال محمد البريك متأثر طبعا للهينال تعود على الألقاب ياسر الشاراني لم يقمن المباراة محمد العويس أفضل خلف لأحسن صلف عبدالله المعيوف الرديف ريب النبيس المرتغالي كل أسماء نامية خريدو كذلك كذلك ميشيل دي القادو أصحاب المدرية الفضية سعود عبد الحميد ألا بيرو في كاريو مصحب الجوير مالكام فيليب مصحب الجوير مصحب الجوير مصحب الجوير مصحب الجوير مصحب الجوير في انتظار لحظات ينتظرها الجمهور الأسفر على أحر من الجمر اللقب العربي الأول لنادي النصر الآن الوقت حان لدخول الأبدال أبدال هذه الكهزة العربية النصر العالمي النصر بكامل تاقبه الإداري والطبي والفن يسعد إلى المنصة الشرفية لتتويج غالي على النصروين النصر لأول مرة يتربى على الكهزة العربية عن جدار واقتدار أسفر اللون حقيقة الليلة من أجمل ما يكون قد من كثير من الفنون والجنون لقلب النتيجة على نادي الهنال واستحق الانتصار كامل النجوم حاضرين بهذا التتويج العمري أليكس تيس الغنام والبقية فوفانا الفرنسي القاتل من فريق لونس أليكس تيس أندرسون تاريسكا علي وكوكان الإبواري نواف لاكي دي واتبعا كريستيانو رونالدو ساديو ماني السنغالي كامل فريق النصر بالعلامة والابتسامة أي مكسب عالمي بحضور رونالدو في تاريخ نادي النصر فريق أصبح لا يتكلم إلا بلغة النصر كل العالم في انتظار رفع الكأس البشيدة مذكر هذه الكأس بحضور سمو الأمير فاتر بن سلطان لأذي المباراة النيائية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة العنواني العاد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الكأس لكم يا رونالدو وكاسترو يتقدم كابتن الفريق ممدرب الفريق ليرفع معا هذه الكأس الكبير الغالية كأس العرب للأنديل أبتال كأس المرك سلمان إذن اللحظات التاريخية سيصرخ وراءها كل نصراوي فرحة وابتياجا بأول السورة التذكرية لتتوجيات النصر العالمي ويس كاسترو وكريسيانو رونالدو والدورة الشرفية للفرقة النصروية كريسيانو رونالدو يدخل بالكأس يدخل بالكأس إلى منصة التدويج سيبرح الجميع ستنطلق الآهات والأفراح هذا هو نصر على سطح التورة العربية لأول مرة في تاريخه ناتي النصر باستعراض خيالي من التدويج النصرويون هم الأولون صور جميلة معبرة لنصر رونالدو لنصر العالمي أكيد مشاهدين الكرام تعيشون معنا هذه اللحظات التاريخية للكتيبة النصروية أترككم على هذه الصور الجميلة وهن نعمل جزيلا كل عشيات ناتي النصر ونقول حب أوفر لعشيات ناتي الهداء كل عام وأنتم في ألف خير أعود بالصورة والكلام بعد هذه اللحظات للسبيل عبد العزيز أهل بكر jekقم موسيقى حبث عملا شكور انتعلم عطل موسيقى حبث انتعلم وعضان حبث انتعلم موسيقى لمعنم اتباع انتعلم انتحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تنسى بالنسبة للنصراويين وقطار النصر انطلق كابتن من سيوقف هذا القطار اشتركوا في القناة لأن كل العالم ينتظر في الدور السعودي ومستوى الدور السعودي كأن مباراة اليوم اعطتنا نبذة نبذة بسيطة على مستوى الدور السعودي والاجواء الدور السعودي وبالتالي انا اقول انه واضح انه كل الجميع كان في المستوى في مباراة اليوم نادي النصر ولا واحد يختلف أنه يستحق في عبرات اليوم التتويج تتويج بعزيمة بيروح بذكاء مدرب أيضا هذا لازم نشيرنيه وبوجود جمهور رائع جدا ورائع نادي نصر لأنه نادي نصر لما كان متأخر في النتيجة ومنقوس عددين شهادنا جمهور نصر دائما كان يشجع وحفظ اللاعبين وبالتالي اللاعبين رده جميل وهذه أحلى تتويج بالنسبة لنادي لما يكون منقوس من اللاعب ويتأخر في النتيجة ممندي كبير وبجعل فوز عن جزارة وسقا جيد كابتن دكتور سلطان أين تأخذ هذه البطولة النصر؟ تأخذ أول شيء لإعداد مميز لعناصر ويوضحت قيمتها هذا أمر تأخذه كذلك لنقاط ضعفك اللي تعززها هذا أمر تأخذه لثيقة أكبر بمدرب بمدرب رغم الظروف تفوق رغم الظروف على فريق مثل الهلال وصيف العالم بهذه الأسماء وبهذه القيمة وبمدرب مثل قسيوس تكسبه قبل المباراة باختيار التشكيل والأسلوب الأمثل تكسبه مع المباراة حتى بعد التأخر بالطرد توضح لك قيمة هذا الفريق اللي إلى الآن مكتمل ومع هذا يكسب هذه البطولة لو تلاحظ مسيرة النصر في هذه البطولة كيف تدرج مستوى من مستوى أقل فأقل إلى وصل إلى المستوى الأفضل ووضحتك هذه المباراة نهاي في مثل هذا اللقاء أمام ديربي مثل الهلال في مجريات هذه اللقاء توضح لك أن النصر على مستوى تدريبي كاسترو تفوق بمراحل على خسيوس على مستوى العناصري شوف عناصر النصر كيف تأثيرها رونالدو وباني وشوفنا كيف بيروز وفيتش وشوفنا كيف حتى العقيدة شوفنا كيف حتى في حالة طرد شوف كيف وظف أليكس كلاعب سنتر إضافة الرفتين وضح لك القيمة التي يمتلكها النصر حتى على مستوى البنش وعلى مستوى الدكة فأعتقد جراءة كاسترو قيمة لجوم النصر تفوقت بشكل كبير في المقابل إحباط كبير من تعامل خسيوس من بداية اللقاء أعتقد أنه من بداية اللقاء وقيمة العويس ترجمة نانسي قنقر